مساء الخير اقترب الأرمن من مائة عام من العزلة مع تركيا ولم تزل ذكرى الإبادة نابضة لدى شعب احترف الوفاء للدماء وأدرك قبل كل الناس أن تركيا لم تتخلى عن عثمانيتها يوما على الرغم من تطلعها بنظرات ثاقبة إلى الشرق والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تركيا بالنسبة إلى الأرمن عدو فتوحد الهدف بين أرمن لبنان وذوي مخطفي أعزاز الذين تشاطروا الحزن فالطرفان لا يطلبان من الدولة التركية سوى تحمل مسؤولياتها والاعتراف في الاعترافات الحكومية بدأ أن الرئيس المكلف أكثر انفتاحا على القوى السياسية وتحديدا ثامن من أذار فلقاء علي حسن خليل أسس لاجتماع سلام بالحاج حسين خليل وخلوة حزب الله مع الرئيس المكلف فتحت الباب للقاء سلام جبران باسيل هذا المساء على أن ينتج هذا الاجتماع ثمرة أخرى تجمع السلام بموفد لزعيم تيار المرد سليمان فرنجي واستنادا إلى الأجواء فإنما يطرح على قوى الثامن من أذار هو سبعة وزراء من حكومة تضم أربعة وعشرين وزيرا ولا تتضمن وزراء دولة ترى الأكثرية الحالية في هذا الطرح إجحافا لتمثيلها النيابي إذ إن قيمتها في مجلس نواب تعطيها بما يوازي عشرة وزراء ونصفا عدا ونقدا وهي في المقابل لا تمانع في مبدأ المداورة بين الوزرات الأساسية إذا كانت عادلة ومتوازنة وشاملة على الأزمة السورية فإن لقاء لافروف كيري أعاد أحياء ديبلوماسية الحل السياسي على الرغم من صعوبته وقد ردت دمشق بإعلانها التعاون مع الأخضر الإبراهيمي كمبعوث للأمم المتحدة فقط ذلك أن الجامعة العربية هي طرف في التآمر على سوريا وقد انتهى دورها منذ قيامها بوقف مهمة فريق الداب وبعتته سهام السوريا باتجاه الجامعة كان قد عززها سلقي لافروف بنقده نبيل العربي الذي سبق أن رفض صيغة جونيف وروح جونيف من المقرر أن يعاد تفعيلها في ربعية إيران، تركيا، مصر والسعودية التي تجتمع على مستوى وزراء الخارجية وتستوحي خطاها من الثنائية الأمريكية الروسية أما الاتلاف المعارض الذي انتهج رفض الحوار مع النظام فأنه على الأرجح سيدخل في أزمة داخلية في انتظار فض الاشتباك الدستوري بشأن شرعية رئيسه الموقت جورج سابرة بعدما اعتبرته اللجنة القانونية غير الضيصفة وباطلا